صحة العقيدة وسلامة الإيمان هي أعظم أسباب السعادة والاستقرار في هذه الدنيا فصحة العقيدة يا كرام وثباتها هو الأصل الأصيل والركن القويم الشديد الذي يعصم بعد توفيق الله تعالى من فتن الشبهات التي تضعف اليقين فاليقين هو الذي يحصنك من المذاهب الإلحادية والكلامية والفلسفية التي غزت كثيرا من مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله صحة العقيدة وثباتها هو الذي يعصم أيضا بإذن الله تعالى من فتن الشهوات فتن الشهوات التي تضعف الانقياد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام الإيمان الذي يحويه قلبك هو أعظم شيء يجب أن تحافظ عليه وأن تخاف عليه من أن يسلب فيا فوزك إن سلم لك إيمانك قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام في تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهان رحمه الله عن مجيب ابن موسى قال رافقت سفيان الثوري في سفره إلى مكة في إحدى سفراته فكان يكثر البكاء فقلت له يا أبا عبد الله بكاؤك هذا خوفا من الذنوب قال فأخذ عودا فرما به ثم قال لذنوب أهون علي من هذا ولكني أخاف أن أسلب التوحيد ومن منا يا كرام من منا يملك قلبه ألا يحيد عن الإيمان والهدى والحق والاستقامة فوالله إن القلوب لا أشد تقلبا من القدور إذا استجمعت غليانا يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ماذا يختم له بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل وما سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقلب بن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا قال ابن القيم رحمه الله والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران لكن ما أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن الإيمان الذي نتحدث عنه يا كرام هو إيمان قد عرف وصفه وحاله إنه إيمان من أثنى الله تعالى عليهم من الصحابة حيث قال سبحانه وتعالى مخاطبا عموم الناس قال فإن آمنوا يعني الناس بمثل ما آمنتم به يعني الصحابة فقد اهتدوا فإذا آمن الناس بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم فقد سلكوا طريق الهداية ويمتنع أشد الامتناع أن يثني الله على إيمان الصحابة وعقيدتهم ثم هو سبحانه لا يبين صفة هذا الإيمان وهذه العقيدة هذا ممتنع فإيمان من أثنى الله عليهم من الصحابة والتابعين معروف ومعلوم قد روته لنا كتب السنة والآثار والعقائد المسندة وكل مسألة وهذه مسألة علمية كل مسألة دل عليها ناطق القرآن وصريح السنة وصحيحها وتلقاها السلف على ظاهرها بالإيمان والتسليم ولم ينقل عنهم ما يخالف ذلك فإنها من مسائل الإجماع واعتبر لهذا بمسألة أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق فإنها من مسائل الإجماع لأن القرآن والسنة ينطقان بذلك وإن لم ينقل عن جميع أفراد السلف وآحادهم التصريح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فاحفظ لنص الشرع حقا قدره عقل وشرع ليس يستويان بالسنة العصماء كن مستمسكا واحذر طريق الغي والخذلان فيها السعادة والكرامة كلها من غير تبخيس ولا خسران